مرحبا برج الاسد هذي قراءتك العامة رح نلقتيها نظرة عامة على وضعك المالي عندنا ايضا الصعيد الصحي العاطفي واي اخبار انت متوقع او تنتظرها في المستقبل واول كرتين رح يكونون تبع طاقتك العام للشهر برج الاسد طاقتك جدا جميلة من ناحية المادة ارا انك مقبل على تحقيق اشياء في حياتك امرك ما حققتها في السابق يعني الفترة القادمة اذا بينك وبين نفسك قررت انك تنجز اي شيء لنفسك على صعيد التجارة المشاريع الوظيفة تفتح لك بزنس رح تلاقي نجاح واهر قبول سرعة في تحقيق الاستقرار المادي لنفسك رح تكون موجودة هاي الطاقة موجودة عندك ولكن في نفس الوقت عندك مثل التخوف او التشاؤم من ناحية الحب تحس ان دائما انت ماديا الامور سهلة بالنسبة لك اكثر بكثير من امور الحب والعاطفة وان تكون سعيد مع الشخص اللي تختاره دائما انت حس كده نظرتك بخصوص الموضوع كأنك بينك وبين نفسك تقول ان انسان جدا سهل بالنسبة لي احصل على اي اموال اريدها اي وظيفة اختارها جدا سهل ولكن في الحب تحس نفسك غير محبوب دائما انت قاعد تندب حظك عندنا اربعة الاكواب وهي طاقة ان انت مقاعد تنظر الى الاكواب الموجودة عندك او تعرض امامك يعني معنات الحب موجود في حياتك فيه اناس او اشخاص معينين يطرقون بابك يحاولون يوصلون لقلبك ولكن انت يا برج الاسد وهذه كانت قراءة جدا مكررة عندك من اسابيع هاي الطاقة دائما تخبرني ان انت ملكة الاكواب انت تقول لي ان عندك استقرار مادي او تستطيع الحصول عليه بسهولة وهذا بالنسبة لك كافي لا تريد عندك تشاؤم يعني من الحب لا تريد ان يدخل شخص لحياتك يأخذ منك اكثر ما يعطيك او يكلفك هذا الاستقرار المادي لان اشوفك من فترة انت اللي كنت تتعب على نفسك عشان تحقق هذا الاستقرار ستة الخماسيات طاقة الرخاء المادي والراحة في السام مرتاح في حياته عندك مشروع بزنس تجارة وظيفة رح تكون ناجح ولكن نجاحك هو بسبب جهدك وتعبك عند عراقك انت يعني يا برج الاسد رح يكلفك راحتك عندك ملكة الاكواب الملكة السعيدة المرتاحة فانت تحس ان اي عرض حاليا او العروض الموجودة حاليا الاشخاص اللي يأتون يعرضون عليك حبهم وعلاقة وارتباط تحس انه رح يكلفك راحتك ارى انك وطبعا برج الاسد مستقل بطبعه ويعرفت جدا نفسه متواصل مع نفسك تعرف ما الذي تريده تريد ان تكمل نجاحاتك عندك كرت الشمس فبشكل عام انت كأنك تقول انا مرتاح في هذا الوضع وضعي عاجبني كل شيء موجود في حياتي انا استحقيته وتعبت من اجله فاي شخص يريد ان يدخل حياتي عليها ان يجلب شيئا الى الطاولة عليها ان يضيف لي لا يأخذ مني لانك كأنك تقول انا تعبت فترة طويلة عشان اوصل لهذا المستوى من الاستقرار مش شرطة تكون يعني ملكة كل الاموال اللي انت تحلم فيها ولكن وصلت مرحلة تعرف نفسك مدسامح مع نفسك وتعرف ايضا مصادر قوتك الداخلية ملكة الاكواب هي ليست كملكة السيوف يعني ملكة السيوف دائما تحس انها محتاجة ان تبرهن مثلا وجهة نظرها ملكة الاكواب مرتاحة مع نفسها اكثر تعرف وصلت مرحلة هي تعرف ما الذي تريدها ما الذي رح يكلفها شنو هي رح تتقبل شنو ما رح تتقبل تعرف تعرف ايضا ما الذي يسعدها وراح تعمل اللي يسعدها فاراك يا برج الاسد متجه نحو سعادتك الشخصية عند كرتك موجود تحت ملكة الاكواب كرت الشمس وهي طاقة برج الاسد وجودها فوق تحت ملكة الاكواب يخبرني ان انت على حق وانت في مصدر طاقتك هذه الفترة وفعلا المفروض الامور تمشي بهذه الطريقة يعني انت صح لا تفكر انك قاعد تخسر شيء على صحيد العاطفي لانك غير منفتح مثلا للحب ابدا منطقك صحيح منطقك موزون ولك الحق فيه وارا انك ايضا من ست الخماسيات الى السمس وهنا قلت لك وابعك المالي حتى لو انت حاليا ما قاعد تسعى لشيء معين حيكون جدا ممتاز ان تسعى بخطوات صغيرة لاي شيء انت تريد ان تحققها من اجل نفسك اي شيء خصوصا على الصعيد المالي الحياة العملية اي وظيفة اي اقتراح تقولها رح يكون نجاح ورا نجاح مثل الابواب اللي تفتح امامك باب ورا باب وتفتح بسهولة فتوجه الى هاي مثل البوابة الشمس قاعدة اشوفها مثل البوابة اللي رح تفتح امامك خلال هذا الشهر تستطيع ان تأخذ منها كل ما تريد مثل الحصاد خلال كل ما تستطيع ان تحمله استغل هاي الفترة لان هي مكتوبة لك ايضا مكتوبة ومقدرة ان تكون فترة راحة مادية لك رخاء ان تكون في وضع ما عندك هموم لا تحاتي مصاريف لا تحاتي ديون حتى لو كان عندك مصاريف وديون فهي الوضع راح يساعدك ان انت تأديها وايضا تكون مرتاح مرديا ايضا دخلك يزيد في نفس الوقت تؤدي ديونك وايضا دخلك يزيد هاي اللي قاعدة اشوفها ثلاثة الشائم الشيء الوحيد اللي ممكن يمنعك من تحقيق هاي الطاقة اللي عندك الجميلة هو شوية شائمك سواء بشكل عام في الحياة او من طرف الحبيب او لا تتشائم كرتك موجود في وسط القراءة على الصعيد الصحي عندنا كرت الساحل وعندنا الامبراطور وهي طاقة هي طاقة ايضا نارية طاقة برج الحمل ارى انك محتاج الى شوية تغييرات بسيطة يعني انت وضعك الصحي جدا ممتاز قوي مثل الامبراطور ولكن محتاج الى تغييرات بسيطة مع الاموال اللي راح تستطيع ان تجنيها خلال هاي الشهر التاري يخبرك ان لا تكون قاسيا على نفسك ممكن انت بعض الاحيان تنسى نفسك تحمل نفسك بسبب كثرة الامور اللي تدور حولك كثرة النجاحات تأخذك في مثل الدوامة لا تستطيع ان تأخذ مثلا نص ساعة ترتاح فيها او تعتني بنفسك او مثلا تريح جسدك تتأمل تعمل مساج تغنج نفسك يعني على الصعيد الصحي بالعكس صحتك على افضل ما يرام ولكن انتبه لراحتك الجسدية اكثر ما عندك اي امراض ورح ان شاء الله تستطيع ان تنجز كل ما تريده ايضا على الصعيد الجسماني اذا كنت تفكر في رجيم تفكر في ان تخسر دهون معينة من منطقة معينة رح تستطيع انك تعملها ولكن لا تكون قاسع على جسدك في هاي الفترة كل اللي تريد ان تحققه تستطيع لديك كرة الصحر فاحتمال ارى ان لديك اشياء معينة بخصوص جسدك تريد ان تغيرها تضبطها تطورها تحسنها فرح تستطيع ان تعمل هذا الشيء ولكن مجرد تحذير بسيط انك تنتبه على حالك تكون جدا حنون مع نفسك عكس الامبراطور ملكة الاكواب كن حنون مع نفسك حتى وان كنت قاسي مع الشريك او الحبيب او عروض الحب بسواج مع نفسك كن حنون كن ملكة الاكواب راعي نفسك لان انت استحق ليس فقط الراحة المادية انت ايضا تستحق انك في هذه الفترة ترتاح فعلا جسديا وفكريا نفسيا وايضا عاطفيا مو شرط الكوب الذي يأتيك هو كوب الحب او كوب الارضباط عشان انت تكون سعيد هذا المبدأ خطأ ممكن انت تكون سعيد بدون وجود اي شخص ثاني في حياتك ممكن وجود اشخاص معيني في حياتك اصلا ما يخدمك اصلا يرجعك الى الوراء فلما انت فعلا تدرك هذا الشيء تتجه نحو فقط ما يخدمك ويفيدك ولا يضرك باي شكل من الاشكال هاي الكرد تحس فيه شوي طاقة تسحب الى الوراء يمكن اشياء تتعلق بالماضي عندك دائما كان خطوة تاخذها خطوتين تحس انك قاعد تنسحب مثل المغناطيس الى الوراء فكون فيه قوتك كن فيه عنصرك هذا الشهر وكون انت قوي من اجل نفسك ايضا الشمس مصدر قوة مصدر اعادة القوة الجسدية للجسم فاحتمال انك تحس انك شوي منهك بسبب كثرة المسئوليات خذ الوقت من اجل نفسك راعي نفسك وكون حنون على نفسك لازم توصل في هذا الشهر الى مرحلة الراحة مع النفس يعني انك ما تحس انك محتاج لاي شخص طاني عشان يكملك عشان يكمل سعادتك وهذا هو المفتاح لانا عندما تكون سعيد بعدين وتم تكليل ابواب الحياة العاطفية تنفتح امامك على الصعيد العاطفي عندنا الخماش الصغير او page of pentacles وعندنا night of wands فارس الاغصان ارى انك انت انهاي طاقتك وهي الطاقة النارية ارى انك انت على الصعيد العاطفي حاليا سريع الانسحاب وتاخد قراراتك بسرعة من الشخص اللي موجود في حياتك او رح يدخل في حياتك اما انك سريع الانسحاب سريع الدخول فيهني بينكم طاقة غير منسجمة غير متناغمة واحد منكم سريع الانسحاب يأتي بسرعة يذهب بسرعة يكون حار يكون بارد يقبل ومن ثم يدبر غير ثابت في تصرفاته يمكن انت تكون ايضا كذلك تريد الحب ولكنك متخوف مثلا تريد الحب ولكنك متشائم ان اي حبيب او اي شخص يدخل حياتك رح يسحب منك من طاقتك من ضوءك ومن سعادتك يمكن انت عندك هذا التخوف يمكن الشريك السيناريو رح يكون مختلف لكل شخص ولكن بسبب هذا الشيء في عدم ثبات في العلاقة لان ما يقابل هذا الفارس فارس الكازانوف اللي دائما عنده مهمة جديدة يذهب اليها ولا يبقى في مكان معين فترة طويلة اصلا تقابل برينسس أوب بنتيكلز الخماس الصغير ففي هنا عدم استقرار وتثبيت جاد وقوي للعلاقة وهي احتمال يسبب لك انت او الشريك نوع من انواع الاحباط الشخص اللي غير ثابت على رأيه يعني اوقات انه يحس انه يريد الزواج والارتباط والحب واوقات يقول لا 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 انا وضعي احسن كذا انا مرتاح خلني في راحتي احسن ما يدخل شخص ما يستاهل لي في حياتي واعفز عليه حياتي ففي احتمال ايضا اللي ارى ان العلاقة الجديدة يعني لا تذهب الى الماضي كثيرا اما الشخص موجود حاليا في حياتك واما سيدخل عمال غريب ولكن الامور غير ثابتة حاليا غير متزنة لان اثنينكم غير وافقين ايضا الشخص الطاني تقابل طاقة عدم التأكد يريد ان يعرف عليك شيء او انت يريد ان تعرف علي شيء ولكن في نفس الوقت ما في شيء ذا قيمة احتمال انت انا حس ان انت انت يا برج الاسد صاير من الناحية العاطفية غير مقبل ويقابل طاقة شخص يريد ولكن كأنما لا يستطيع كأنما لا يملك الموارد كأنما يعني مثل ما يقولون يده لا تصل اليك حتى وكانت رغبته فيك حتى ما منك تتعامل مع برج ترابي في الحب ثور عذراء جدي او شخص طاقة ترابية هذا الشخص يريدك اذا كنت ان تسأل عندك اي شكوك حيار رغبته فيك ارى ان الرغبة جدا قوية لان مقابلة كلها طاقة تراب فالرغبة قوية وجذورها عميقة عند هذا الشخص ولكن هو يحس انه غير وافق بسبب وجوده الجديد الغير محدد في حياتك احتمال انه ما صالح فترة طويلة موجود في حياتك او يعرفك فهو غير وافق من شن الخطوات الصحيحة لياخدها عشان يصل اليك اهو عنده عدم ثقة مش عارف يوصل مثلا حتى وان كان يعرف رقمك ولكن مثلا اختيار الاسلوب اختيار التوقيت طريقة تعبيرة عن رغباتها هو يحس انه مش عارف وحتى ان كان الان موجود في حياتك وانت تحس كأنك حس انك ساعات بينك وبين نفسك تفكر وتكون عندك ايضا رغبة عارمة رغبة قوية لهذا الشخص واحيان ثانيا احتمال انه يتأخر او ما يكون واضح معاك بخصوص مشاعره فانت لا تتعب نفسك يا برج الاسد انت اشوفك تنسحب بسرعة تذهب في الاتجاه الثاني تركز على حياتك العملية اكثر على طول اتوجه طاقتك واهتمامك من هذا الشخص الى حياتك الخاصة ونجاحاتك فلا انت ثابت ولا هو ثابت ولكن الرغبة موجودة عند الشخصين انا احس يعني في في تقابل في الرغبات جدا عجيب هو يرغب فيك وانت ترغب فيه ولكن حاليا بالنسبة لمجرد توقيت توقيت لان هذا الشخص جديد ولكن مع الوقت لانا عندنا سبع الخماسيات الشخص اللي ينتظر ان ان تثمر زرعته يعني او تثمر بدوره سبع الخماسيات يخبرنا هذا الكرت انه راح يصير هذا الشيء ولكن راح يأخذ وقت وقت بالعادة اكثر من المتوقع الحل الوحيد دائما افضل واسهل حل لسبع الخماسيات اللي بينك وبين هذا الشخص مش عارف تبقى تذهب وهي ايضا محكوس في طاقتك وهو فارس الاخصان الفارس اللي ما يبقى مو ثابت احتمال طريقة واتجاه هاي العلاقة غير ثابتة وهي ايضا مسبب لك انت عدم استقرار ولكن بعد سبع الخماسيات يأتينا ثمان الخماسيات مرحلة فعلا العمل والاجتهاد نحو ما نحب فهي مجرد مسألة توقيت ان شاء الله لحد ما طاقتك وطاقة الشريك تنضج تستطيعون ان تلتقون في المنتصف لان بعد هاي الكارت عندنا ملك الارض او ملك الخماسيات ايضا طاقة رابية النضج اللي تبحث عنه في العلاقة قادم مثل ما اخبرتك ولكن سوف يحتاج بعض الوقت لان ان اضاءتك سيأتيك في المستوى اللي انت استحقه مستوى الملك مستوى اللي فعلا نضج يعني بعد الصبر تحصد تحصد مزارات لان انت عندك مستوى الملكة فانت محتاج الى مستوى الملك ومستوى الملك موجود يخبرك ترى انه موجود هذا الشخص ولكن سوف يحتاج بعض الوقت عشان هو يتأكد من خطواته باتجاهك هو يثبت اصلا وجوده في حياتك هو كأنه حاليا احس انه موجود عندك خيار اوقات تتجهله اوقات قرر انه ما راح تمشي معاه اوقات متأكد من مشاعرك اوقات غير متأكد اوقات اوقات عندما يحدث اوقات لانه اوقات 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 انت عرفها كارتين او ثلاث كارتات ملكة البجع بيشنز اول كلمة قرأتها كلمة الصبر وهذا يتماشى مع سبع الخماسيات الصبر من اجل ان يأتيك ما تستحق في الوقت المناسب بضضب الاجتماع المقدس يعني مثل كارت الزواج هذا عشان تجتمع في فاصل او في مسافة بين الملك والملكة من اجل ان يحدث الاجتماع قلت لك هو مكتوب وهو مقدر ولكن يحتاج الى بعض الوقت وهذه طاقتك انت لبرج الاسد ملك سوري امير النار تعني لي مثل كارت الشمس خليك متفائل وخليك جدا عنيد ايضا لدينا كارت الامبراطور خليك عنيد بشيء ما تريده في الحياة اذا انت فعلا تريد الحب والزواج والارتباط من هذا الشخص او من غيره انت يجب عليك لا تستسلم او لا تفقد الايمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة